لوقعت سطو على محل دهب في بولاء أبو العلا والنيابة العامة بتماشر عملها فيه هذا الأمر ومقتل جواهرجي وسرقة ده بتحصل في كل مكان يعني في كل دول عالم وبتحصل في مصر عادي بتحصل كل يوم جرائب من هذا النوع الجديد بقى الجديد لا متجيب ليش الفيديو ده مش حاجة يا جماعة الفيديو دوت يا جماعة الفيديو دوت يعني أنا بحكي فيه واقع عشان بس اللابس لا حاصل فيه واقع تسرقة محل الدهب في بولاء أبو العلا زي ما كل يوم فيه عشرات ومئات الحواتف عادي يعني واحد دخل على الرجل تقى محل الدهب قاعد يكلمه يفكر معاه ياخد ايه ايه وفي الآخر بعت العامل اللي عنده يجيب له سجاير وهنا بدأ يعني يخش فيه اشتباك مع صاحب محل الدهب وقتلوا وسرق الدهب ده القصة يعني طبعا النيابة والشرطة والاجراءات والكاميرات تفريغ الكاميرات وبيتابعوا خلال ساعات اتلاقي ده الموضوع عادي جدا يعني ما كانش يستدعي حتى ان اقوله في البرنامج خالص كل يوم بيحصل حاجات كده في كل دول عالم الجديد بقى انه على مواقع التواصل الاجتماعي نشروا انه فيه ستة ملسمين دخلوا وعملوا كذا وكذا والكلام اللي كان يصروا جابهولي دلوقتي هو ايو هما دول ده الفيديو ده جماعة مش من مصر ده مش من مصر ده موجود في سنة عشرين عشرين في احدى الدول الاجنبية وليس في مصر تم نشره وتسويقه على انه لحادث النهاردة لهدف او لغرض في نفس عقوم اهو اهو الداخلية النهاردة نفت نفيا قاطعا اهو هاتي النفيا ابني ده ما حصلش نفى مصدر امني جملة وتفصيلا ما تم تداوله على عدد من المواقع الاخبارية بشأن صورة يظهر خلالها ستة ملسمين والادعاء بارتكابه مواقعة سرقة احد محل الصغب القائرة اكد المصدر ان الصورة المشار اليها تعود لحادث سرقة لأحد المحل التجارية باحدة الدول الاجنبية سنة واحد وعشرين وان ذلك هيأتي في اطار نشر شائعات والاكاديم لاثارة البلبلة ويستم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال مروجية ده فيديو كاميرا مراقبة جديد يظهر عملية سطر مسلح على مدجر مجارد بمدينة كان بكالف قاهرة ده يا جماعة مش صحيح ده موجود اهو فوق اهو اهو مش في مصر لكن جابوا الفيديو وحطوه ركبوه على واقع في مصر ده بيسموها في علوم الاعلام دي الشائعة الرمضية الشائعة الرمضية يعني ايه فيه اصل في الموضوع اهو فيه سرقة محل ده في القاهرة فيه بولا ده ده جزء من الحقيقة موجود صحيح لكن هو بقى يركب عليه حاجة يكبر الموضوع بهذا الشكل لغرض في نفسي عقوب خلينا استعزلكم فاصل قصير